دي مساحة حرة ايه شربناك اهوي بس انا قلت الطارق في البداية هو سليم بيك او بيه او باش او شو انا قلت له هو بيك يعني هو مش مقتل انا لا بدنا نحدد انا ما عندي اي جزور اقطاعية الحمد لله ما ابدا المخيمات انا سليم البيك مرحبا بك يعني في منتكاله ادولية وفي كافيشو انت في باريس للمشاركة في مالجان فلسيني ان اند اوت الذي انطلق قبل ايام قليلة ومستمر حتى الان وسيكون لديك اليوم قراءة في بيت الشعر في باريس ميزون دولابويزي خبرنا قبل لم ندخل بايشي وهناك اخبار كثيرة يعني عنك سليم هالأيام شو حتقل اليوم بدي اقرأ فقرات من روايه اللي طلعت الاخيرة اللي هي تفكرتان الى صفوري عن دار الساقي و بدي اقرأ فقرات وفيه يعني تم ترجمة المهرجان ترجموا للفرنسي فقرات اضافية يعني اللي راح ينقرب الفرنسي هو اكتر منه بالعربي بحسب انه الجمهور يعني معظم انه يكون فرنسي فراح يكون هذا الاشي وكان صعب عمليا انه كان صعب اناقي فقرات يعني هي بتيجي يا دوب صفحتين ونص اه انه كان كتير صعب لانه قراءة الشعر بتظل انه فيك تقرأ اصايد انه اللي عم بيسمع 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 الاصيدي وانتهى الموضوع حتى في الابيات ممكن انك تتوقف في اي بيت يعني مزبوط خلص بيكتفي اللي عم بيسمع بس انك تقرأ من روايه شوي اصعب لانه انه بحط حالي محل اللي عم بيسمع انه اصعب لانه فيه فيه ميتين صفحة قبل هذا الاشي وفيه شيء تلاتين صفحة بعد هذه الفقرات فشوي انه بديكون صعب تنقشوا تذكرة الى الصفورة هي العمل الروائي لسليم البيك وسبق هذا العمل العديد من المجموعة القصصية والشعرية تذكرة الى الصفورة صارت بداية العام الماضي 2017 رواية تتكلم عن لاجئ يريد العودة الى فلسطين اي فقرة او ما هو المقطع الذي شدك اكثر لاختياره لقراءة الليلة في بيت الشعر في فريس سليم هلا الروائي فيها عدة ثيمات الاخيرة منهم مثلا هي انه مراحل التقاؤه بفتاة اسمالية القسم الاول منه هي سنواته الاولى بفرنسا كلاجئ اجا من مخيم يرموغ بالمنتصف منتصف رواية بحكي اكتر عن هويته الفلسطيني كيف وعلاقته بفلسطين ببلدة صفورية اللي ما بيعرفها وعلاقته بالمدن التانية اللي عاش فيها ويلي بيعرفها مثل دبي مثل مخيم اليرموغ والشام ومثل تلوز بفرنسا شو الجزء اللي اخترته اللي اخترته هو هون اكيد يعني هو اللي كان كتير صعب فعلا انه اختار بس صفحتين بس انه اخترت الشي اللي بيحكي بشكل مكثف عن كيف هو بيشوف حاله كفلسطيني وكيف الاخرين بيشوفه كفلسطيني يعني بتعرف انه حتى انا انا كمان لانه من فلسطينيات سوريا انه بيكفيش اقول بس انا فلسطيني لما تسألني انت من وين انه بدي لانه بدي ينسأل اه من غزة من رام الله من الناصري من القدس من وين هلأ بدي انه هون صفة لأ انه بدي اقول لأ انا من هدوك التانين يلي من مخيمات سوريا يلي ان خير يعني بده شرح يعني بيكفيش كلمة او كلمتين فهون هادا الشي كمان انه يمكن انه هادا الشي اللي حاوق بدي بدي بالفقرتين هدولي بالصفحتين هدولي شوي يبينوا اكتر من غيرهم مهمة صبع صعبة طبعا لانه كأنه تعمل اعلان ترويجي للرواية اختيار مقطع من بالضبط بالضبط لانه ممكن تنفهم انه الرواية كلها هيك لا انه هاي فقرات من فصل فهون الصعوبة باختيار من الرواية انه شو تقدم او شو تيرا او حتى شو ينتشر مرات تعرف لما تصدر الرواية بدك تختار فصل انه ينتشر بها الجريدة او هديك كمان هذا شي صعب لانه هذا جزء من الرواية طبعا بعد القراءة اكيد فيه نقاش انت مستعد لهذا النقاش بتخيل اه اه يعني انه صار لانه نصرت اعرف اكتر هلأ شو الاسئلة اللي ممكن يطرحها الفرنسيين طيب يعني تذكرت الى صفورها كما قلت خرجت العام الماضي يعني لقت رواجا جيدا يعني مقارنة مع عاما الروائي اول الكثير من النقاد كتبوا عنها منهم ايضا الناقد فيصل دراج نقدم له التحية ولكن الان هناك عمل روائي جديد سليم البيرك يعني يبدو منطلق بكل حماسة ونحن متلهفين او لمعرفة حكاية كريم وريمة وحيفة هيك صح 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 مزبوط بحث شوي انا منين طلع اه اه انت مصادر استخباراتي دائما اه اه الروائي حاليا مبدئيا اسمها سيناريو هاي اول مرة بعلن عن اسمها لا انت بتقول مبدئيا اسمها سيناريو يعني ممكن ان يتغير هاي عنوان مثلا صعب صعب يتغير يعني لانه انا كتير مرتاح للعنوان اذا سيناريو سيناريو انا كتير مرتاح للعنوان وياسمين عملتلي فتحت لي وراء تارو بتقرأ هي كروت التارو وطلع انه خلص هذا هو طلع لي كرتل دم ماجيشان وابسر ايش ياسمين بلكي 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 يعني برضو احتجناها بعد البنة نوجه لها تحية هي ايضا تشاهدنا وتستمع الينا من غرفة التحكم وهي رفيقة حضرتك سليم فانه فيه انه مرتاح نفسيا على العنوان هلا بتعرف العنوان لما الواحد يختاره بدو يكون لك تعمل احتمال انه اللي عم بيطلع على الغلاف او المرأة قدام الكتاب قديش هالعنوان بدو يلقط ولا لا وبعتقد انه يمكن سيناريو اشي حلو هون جميل اذا من شو عم تغرف هالمرة المرة الماضية كان فيه حدا بدو يسافر على صفوريا هالمرة شو فيه هالمرة هي اساسا كريم الشخصيات يعني خلينا ابلش منهم فيه كريم من ناحية وفيه من ناحية تاني شارلوت وريما وميلاني بيتعرف على شارلوت اول شيء من خلالها على صديقتها ريما من خلالها على صديقتها ميلاني من خلال الاثنين على صديقتهم ريما وهكذا يحدث عادة وهون بتبلش خلينا نقول مش القصة بس هم بيبلش اكتر طرحوا لأسئلة بتتعلق بانتماؤه لحيفا المدينة يلي هو اجى منا ويلي ريما اجت منا هو قادم من حيفا هذه المرة هو ليس لاجي انا بصير على اقول انه قادم من حيفا ولكن من خلال جده يعني هو مثل ما انا بعرف حالي انا من ترشيحة بس انه جدي اللي طلع من ترشيحة فبس هون من القصة انه انه هي اجت مباشرة من حيفا لباريس طبعا احداثها بتدور هون بباريس هي اجت مباشرة من هناك لهون بنت المدينة بكل ما تعني يعني بكل معنى الكلمة انه عاشت هناك ولدت هناك تعرف المدينة منيح تعرف المدينة منيح اسا اليوم بال2018 هو بيعرف المدينة من خلال جده لانه جده بال48 طلع من حيفا على مخيم حمص فمعرفته او تعريفه او علاقته او ادراكه له المدينة للمدينة نفسها بتختلف تماما عن معرفته ادراك وكيف هي ريمة بتشوف المدينة وببلد يطرح حاله اسئلة انه هل انا فعلا ابن هالمدينة او لا وهي اسئلة كتير 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 شوي بالصميم يعني شوي بالجذور بتيجي عند الفلسطيني انه لما حدا يسأل حاله ابن مخيم لما يسأل حاله هل انا فعلا ابن حيفا ابن زفوري ابن الناصري ابن عكا ولا لا وهالاسئلة بتنسأل لما يجي بال حدا جاي مباشرة من هناك وهو فعلا ابن هديك المدينة ممكن سؤالي الان حول ممكن فيه تقاطع بين العمل الروائي ثاني ومع العمل الروائي الاول مزبوط كأننا امام سلسلة امام ادب القضية هلأ هو يعني كتير انا بحاول اتجنب انه المسمايات او العنوين شوي كبيري شوي كتير اكبر مني ومن الكتاب اللي هو ادب قضية وهيك هو كتير لانه كمان هذا الشخص يعني هو انتي هيرو هذا واللي قبله يعني هنه مش ابطال نعم ان كان بالرواية التفكرة الصفورية او هاي سيناريو مش ابطال ابدا بالعكس هنه هنه عم بحاولوا يكتشفوا حالهم عم بحاولوا يكتشفوا حالهم عم بحاولوا يكتشفوا قديش لهم علاقة بيقدروا يقنعوا قديش لهم علاقة بالمكان الاول تبعا اللي هو بها الحالي حيفا وقديش بيقدروا يقنعوا الاخرين بانهم فعلا اولاد هاي المديني يلي بعرفوش اسم حارة واحدة فيها مقابل ريمة يلي بتعرف تقريبا كل مش كل بس انه بتعرف الحارة تبعت على الاليلة وبتعرف شو في دكاكين هناك يعني سليم وكأنه مثلا الرواية هي تحاول الاجابة عن اسئلة مثلا سؤالي هو الى اي مدى يعني كريم يتقاطع مع سليم مثلا انت غيرت شي حرفين ولكن هل كريم هو سليم بشكل او باخر زي ما كان مثلا سليم هو بشكل او باخر بطل تذكرة الى صفولي يبدو ان طارق قرأت شيء من الرواية الرواية الجديدة لا اه لا انا تفكرني زيك انا 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 تذكرنوا هراني بس انا كمان بلست اشك انه اري شي لانه السؤال اه في العمق يعني ايه هلا خليني ااجي هون انه اه اه كريم نفسه اه هو انه هو كاتب سيناريو انه عامل كذا سيناريو ولا واحد من السيناريو يعني ولا واحد من السيناريو انه نعمل فيلم بس هو انه عامل كذا سيناريو وحاطم بالجرور واحد من السيناريوهات بحكي عن بحكي عن كريم الشخصي نعم واحد من السيناريوهات الشخصي الرئيسي فيها اسمه سليم وراجع ع حيفا عم بتعزي حالك وبيحكي الكريم انه يلا بحط اسم بيشبهني سليم عرفت كيف فانه منشان هيك انا قلت منين جبت هالسؤال انا كمان انا الوحيد اللي عندي مصادر نتوقف عنده صراحة موسيقية نعم ونعود الحديث مع ضيفنا سليم البك ماشي الصطف ماشي السل شوفي البوست اعمل شير طب من اهلي انا بخير ابعط صورة من الديراء We're good we're alright they've seen us alive we're good, we just need more life we just need more life we just need more life موسيقى 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 حيو احنا والله من نبعاد بعالم صارت نبعاد وما منا نتسم عاد بإشياء من نبخل فينا والدنيا شريط بينعاد خط الصدق لما بنعاد بطي نحن على المعاد بغض الحب اتناقينا اشتركوا في القناة نعود إلى مساحة حرة وإلى ضيفنا الكاتب والصحفي والمحرر الثقافي سليم البيك تهرق نرحب بك مرة أخرى سليم يعني كنا قد توقفنا قبل الأغنية عند التقاطع بين شخصيات كريم وشخصيات سليم كريم بطل الرواية الجديدة وسليم حضرتك سليم حتى يكون واضح للمستمعين لا بهمني أنه ما يكون في خلط طبعا لأنه هون بتذكرتان لسافوري في كان اشي سيمي بيوغرافي سيمي بيوغرافي آه أنه فيه قال أنه عم بحكي عن شيء أنا كتير عاشته بس هلأ هون لأ هون عم بشتغل أكتر عن على هون عم بشتغل أكتر فنيا تقنيا حكائيا عم بشتغل أكتر على الموضوع بس الأسئلة المطروحة اللي بتتعلق بانتماء كريم لحيفا تتعلق بانتمائي لعموم فلسطين كحدا ما كانش أبدا هناك نعم طيب سليم رواية جديدة بعنوان سيناريو يعني من يعرفك ويتابعك بيعرف قديش سليم بيك ربما مهوس بالسينما يعني أنت يعني أنت تكتب في النقد السينمائي تكتب في مجلة رمان التي تحررها وأيضا تكتب في القدس العربي إلى أي مدى السينما ربما ساعدت على إخراج هذه الرواية أو هل هناك تأثير كان على السينما أو على مشاهداتك السينمائية فيما يتعلق بكتابة الرواية الجديدة طبعا آه أنه يعني من ناحية التقنية ومن ناحية الشخصيات نفسها يعني مثل ما قلت كريم هو كاتب سيناريو بدون أفلام بكتبه بحطه ما بلاقي أفلام ما بلاقي حدا يعمل سيناريو هاته أفلام والسينما حاضرة السينما حاضرة بشكل أنه بشكل في أسماء أفلام في عنوين أفلام موجودة ذاكرة أنا بالرواية وهي ممكن تكون مراجع أو ريفرنسز لا تنفهم أكتر شخصية كريم والحالية اللي هو موجود فيها وكأنه السينما في صميم الرواية الجديدة السينما في صميم الرواية الجديدة والتقاءه بريمة وأبلها بشارلوت بصالتين سينما مختلفتين فإنه هذا الشيء وحتى الأفلام المذكورة اللي هو دوكتو هير المودوفار برسونال بيرجمان شوفيه كمان في كم فيلم كسلوفسكي اللي هو دابل لايفوف فيرونيك يعني هاي الأفلام تحكي عن ازدواجيات بالشخصيات طبعونا هلأ أكيد مش ما حدا ملزم يحضر الأفلام قبل ما يقرر رواية رواية عمل منفصل عن كل إشي تاني بس في أفكار عامة موجودة اللي هي بتخص ازدواجية الشخصية موجودة بهاي الأفلام موجودة كمان بعتقد بشكل أو بآخر بشخصية كريم كحدة يعني متل ما قلت أنت أنه عم بيطرح أسئلة وفيش أجبة عليها سنين بما أنك مهتم بالسينما ومتابع وتكتب في النقد السينمائي وتكتب الأدب طبعا إلى أي مدى ممكن تحلم أن هذه الأعمال الأدبية تتحول للسينما إذا بسمي للرواية الجديدة سينالي هو قريدي مش بحلم هو بلش بلش هناك الكاتب الفرنسي المعروف مارغوريت دوراس كانت كتبت البريطانية فرنسي أي فرنسي أصلا أي فرنسي مارغوريت دوراس كتبت بكتاب باسمه إكخيغ أنه من عوائد فيلم لإله تشترت بيت بأحد القرى جنب باريس الشي اللي ما كانت وهي كانت بكتير مهمة المكانت تستطيع تعملوا بأي كتاب لإله فهذا إنه إنه إذا بتحول شي كتير منيح بلكي بشتريلي بيت بشتريلي قصر يعني ما فيش شي مضمون يعني المخرجين بيه وخصوصا الملتجين تحديدا لا المخرجين السينما المستقلة برضو بس هي الرواية نفسها إنه قديش ممكن تتحول لفيلم هذا سؤال ممكن المخرج السينمائي يقدر يجاوب عليه أكتر من المؤلف لأنه المؤلف الكتاب كل سطر وكل فقرة عزيزي عليه فإذا حدا بده يعرف إنه الكتاب ممكن يتحول لفيلم أو لا بده يكون من وجهة نظر سينمائي من وجهة نظر مخرج سينمائي مش من وجهة نظر المؤلف يلي بده يكون شوي متحفز على شو بده يتأخذ وشو ما بده يتأخذ من النص الأدبي لأنه كيف توصل الفكرة كيف توصل الصورة حتى بالنص الأدبي كتير مختلفة عن كيف ممكن توصلها بنص سينمائي بصور سينمائية بمشاهد سيناريو تصويري ممكن ما تحوي كلمة واحدة ولكن حين تكتب الرواية هل تفكر بأنك هل تفكر بمشاهد سينمائية لهذه الرواية؟ هلأ هو هيك هذا الشي اللي اللي عم بصير إنه في مشاهد براسي عم بتصير في إنه أنا عم بتخيل الإشي يعني في صور براسي عم تتحول لنص مش نص عم بكتبه عم بتحول لصور براسي كريم وريمة مثلا في خيالك في شخصيات في شبهة مثلا في يعني في أوجه في كذا هلأ أنا أنه تقريبا أنه مواصف يعني بيقدر اللي بيقرأ بيقدر أنه يتخيل أنه في وصفه خارجه ممكن يكون كريم طارق ويؤدي دور البطولة في الفيلم أنا؟ مثلاً يعني بتشغلني بفيلمك إذا صورت مجرم منتفق قديش بطلع لي نسبي بوعدك أني أطول شعر منغير بالنص سليم البيك يعني النظر إلى أعمالك منذ بدايتها الموضوع الفلسطيني ينحد يعني معظم الأعمال الموضوع الفلسطيني موجود في كل الأعمال تقريباً هل مكفي يعني ألا تشعر بملل قليلاً مثلاً من الموضوع الفلسطيني هل ممكن الخروج عن الموضوع الفلسطيني ربما في المستقبل طيب هون بدي أرجع أتذكر زياد رحباني مرة سألوه أنه ليش بيظلك تعمل مسرحيات عن الطائفية بقول لهم هذا الواقع غيرولي الواقع لا أغير مسرحياتي فأنه بتخيل هاي هاي أسئلتي أنا هاي أسئلتي الحميمي هاي أسئلتي الشخصية جدا وهي بتحكي عن فلسطين حياتا من ناحية كتير خاصة وكتير شخصية وكتير كتير تفصيلي خلينا أقول هاي أسئلتي وهذا الشي اللي أنا بعيشه يعني أنا ما بشوف حالي أنه بروح أنه بعمل بحث أنا ما عم بحكي هذا شيء منيح أو ممنيح كل واحد له أسلوبه بس ما بشوف حالي بقدر روح عمل بحث لأعمل رواي عن شيء أنا ما عشته هذا شوي خاصة إذا جغرافيا أو زمنيا خاصة شوي إذا شيء ببعد لا عم بحكي عن أسئلتي الخاصة فضل سؤالي الأخير ممكن ما ضلش كتير وقت حول اشتغالك المرة ثانية في إطار منحة لماذا؟ شكرا عن السؤال لأنه المشروع الروايي هاي سيناريو أخذ منحة من مؤسس المورد ومن مؤسس اتجاهات أنا أدمت المشروع لكل من المؤسستين وأخذ من هون ومن هون وطبعا حكيت بعد ما طلع الموافقة أنه أعطوني طلع الرد يعني حكيت لكل مؤسسة أنه أنا كمان ما أحد من الثاني وما كانش في عندهم أي مشكلة فهلأ ليش؟ لأنه الكاتب بده يعيش بالآخر بده يعيش وبده أوه بده ياخد يعني أنا هلأ عم باخد من وقتي ككاتب صحافي أنا بعيش من الصحافي عم باخد من وقتي ككاتب صحافي لأعطي للأدب هلأ فالمنح هاي أكيد بتساعد لا أقدر أخلص الرواية بسنتين مثلا سليم ربما ننهي هذا اللقاء يعني الجميل وقت بمر بسرعة بهذا السؤال تحدثت عن فلسطين فلسطين تلك التي ربما تحولت إلى فكرة أكثر من أي شيء آخر عدد جديد لمجالة الدراسات الفلسطينية يعني يتطرق إلى فكرة العودة العودة إلى فلسطين في الخيال ولديك يعني سيكون لديك مساهمة في هذه المجلة بعنوان العودة خيال في الخيال هل الموضوع صف خيال بس؟ خيال هلأ 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 العودي العودي متل ما كانت بأذهاننا من قبل هي عودي جماعي منمشي منركض على الحدود ومنمشي كل واحد على البلد تبعه وإلى آخرية هاي الصورة من العودية اللي كانت بذهننا واقعية إنه محتملي من عشر سنين إسه مش بس خيال إسه خيال بالخيال يعني أنا بقدرش يعني الخيال الأول هو الأدب أو السينما الرواية أو الفيلم أنا بقدرش أصدق فيلم إنه يكون عودي هيك لا بس حدا شخصي داخل هذا الفيلم داخل هذا الخيال يتخيل العودي بشكله يلي جماعي قافلة قافلة كذا إنه بقدرش أقرأ رواية عن عودي بهذا الشكل بس بقدر إنه أقرأ رواية عن شخصية بتتخيل العودي بهذا الشكل يعني هي خيال بخيال المؤلف أو سينمائي إنه هيك بتصير مقبولي هل أدب نحن أنه بشوف هل أدب بعدنا حدوني يقول شكرا خلاص إلى اللقاء ودوني الذي يقرر دائما لأنه الساعة قدامه وهو ماسك كل شيء بيده للأسف لابد أن نأخذ منه هذا القرار شكرا جزيلا لك الكتب والصحفي شكرا سليم ألبيك شكرا جزيلا لك إذن اليوم قراءة من تذكرتان في صفوريا في بيت الشعر في باريس وقريبا رواية جديدة بعنوان سيناريو هذا قبل النشر ممكن يغير مش عارفين هل لديك فكرة متى ستظر الرواية؟ بتأمل تصدر بديسمبر بمعرض بيروت الكتاب وبالإمكان دائما الحصول على أعمال الكاتب من خلال الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية ومنافذ البيع الإلكترونية إذن مشوكة فيشو يكون قد وصل إلى نهايته يتجدد المشوار غدا نرضى نعم شكرا لك تار شكرا لروان ولي دني وللجميع إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة